المفضل ابن عمر الجعفي رضوان الله تعالى عليه أيام إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه في مرة من المرات حينما كان في المدينة المنورة المفضل عراقي وكان في الكوفة لكنه يسافر إلى الحجاز لزيارة إمامه الصادق في مرة من المرات حينما كان في المدينة المنورة دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فوجد شخصين من الدهريين الذين يسمون في زماننا بالملحدين من الذين ينكرون وجود الإله وجود الخالق لا أريد أن أدخل في تفاصيل قصته وحديثه مع هذين الشخصين بعد ذلك ذهب إلى زيارة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه المفضل هو الذي يقول فخرجت من المسجد محزونا مفكرا لماذا؟ لما سمعه من كلام هذين الملحدين بحسب المصطلحات المعاصرة فخرجت من المسجد محزونا مفكرا فيما بلي به الإسلام وأهله من كفر هذه العصابة هذه العصابة الدهرية من الدهريين الذين ينكرون وجود الإله وبالتالي فليس هناك من نبوات وليس هناك من غيب وليس هناك من عالم بعد الموت إلى سائر ما ينكرون وما يعتقدون من أضاليلهم فخرجت من المسجد محزونا مفكرا فيما بلي به الإسلام وأهله من كفر هذه العصابة وتعطيلها من الدهريين فدخلت على مولايا يشير إلى إمامنا الصادق فرآني منكسرا فقال ما لك يا مفضل فأخبرته بما سمعت من الدهريين من هذين الشخصين وبما رددت عليهم فقال يا مفضل لألقين إليك من حكمة الباري جل وعلا وتقدس اسمه في خلق العالم والسباعي والبهائم والطير والهوام الهوام الحشرات والديدان في خلق العالم والسباعي والبهائم والطير والهوام وكل ذي روح من الأنعام والنبات والشجرة المثمرة وغير ذات الثمار والحبوب والبقول المأكول من ذلك وغير المأكول ما يعتبر به المعتبرون ويسكن إلى معرفته المؤمنون ويتحير فيه الملحدون الملحدون لا يراد منهم الدهريون فقط وإنما كل الذين يميلون بالحق وينحرفون عنه الدهريون ملحدون لكن هذا المصطلح الملحدون لا يطلق على الدهريين فقط يطلق على الدهريين وعلى غيرهم الذين ألحدوا في طريق الحق مالوا وانحرفوا في زماننا يطلق هذا المصطلح الملحدون على الدهريين فقط ولكن في زمان الأئمة يطلق هذا المصطلح وهو مصطلح قرآني أساسا يطلق على الذين ينحرفون عن مسار الحق فالإلحاد فالإلحاد إنحراف وإمالة ما يعتبر به المعتبرون ويسكن إلى معرفته المؤمنون ويتحير فيه الملحدون من الدهريين وغيرهم فبكر علي غدا في اليوم الثاني انطلق المفضل ابن عمر إلى إمامنا الصادق وبدأ الإمام يملي عليه فأملى عليه كتابا ليس كبيرا فأملى عليه كتابا يعرف يعرف في الأزمنة المتأخرة بتوحيد المفضل يعرف في الأزمنة المتأخرة بتوحيد المفضل حينما أقول في الأزمنة المتأخرة أتحدث عن القرون المتأخرة لكن في القرون المتقدمة لم يكن يعرف هذا الكتاب بكتاب التوحيد بتوحيد المفضل وإنما كان يعرف بكتاب فكر كتاب فكر أحاديث أملاها إمامنا الصادق على المفضل بن عمر هذا رجال النجاشي والنجاشي توفي سنة أربعمية وخمسين للهجرة زوراً سمي برجال النجاشي الإسم الحقيقي لهذا الكتاب فهرست النجاشي لأنه ما هو بكتاب رجال هو كتاب فهرست لذكر مؤلفي الشيعة وكتبهم ممن ممن استطاع النجاشي أن يجمع المعلومات والمعطيات عنهم لكنه يعرف الآن برجال النجاشي بعض مراجع الشيعة زور الأسم كي ينتفع من الكتاب هذا كتاباً في علم الرجال لتهديم حديث أهل البيت على أي حال لا أريد أن أناخش هذه المسألة رجال النجاشي إنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 416 رقم الترجمة 1112 مفضل ابن عمر النجاشي يقدح فيه أنا لا أريد أن أتحدث عن موقف النجاشي من المفضل ابن عمر لا شأن لي بهذا الموضوع ما ذكره من كتب للمفضل قال له كتاب الإيمان وله كتاب يوم وليلة يعني في عمل اليوم والليلة وكتاب فكر كتاب في بدء الخلق والحث على الاعتبار هناك وصية المفضل هناك علل الشرائع حديثنا عن كتابه الذي عنوانه فكر وهو ما أملاه إمامنا الصادق على المفضل هذا أقدم فهارس الكتب عندنا فيهرس النجاشي فقد ذكره بهذا العنوان كتابه فكر ولم يعنونه بكتاب التوحيد أما الطوسي عن متوفى سنة 460 للهجرة النجاشي متوفى سنة 450 للهجرة الطوسي متوفى سنة 460 للهجرة كتابه الفهرست وهذه الطبعة طبعة مؤسسة نشر الفقاهة إيران صفحة 251 برقم 758 المفضل ابن عمار ذكر له وصية وذكر له كتابا من دون عنوان هذا هو الذي جاء في فهرست الطوسي هناك معالم العلماء لابن شهر آشوب المازندراني معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة ابن شهر آشوب متوفى سنة 588 للهجرة هذه الطبعة طبعة نشر الفقاهة إيران قموا المقدسة الطبعة الأولى ألف أربعمية وخمسة وعشرين هجري قمري في الصفحة الأربعين بعد المئة برقم 810 المفضل ابن عمر له وصية في كتاب خاص يعرف بالوصية وله كتاب ولم يذكر عنوانه أشهر كتبه كتاب فكر الطوسي كذلك قال وله كتاب إنه يشير إلى كتاب فكر وله كتاب والإهليلجة من إملاء الصادق في التوحيد في موضوع التوحيد له كتاب أيضا يعرف بكتاب الإهليلجة أو بحديث الإهليلجة الإهليلجة نبات هندي يستعمله الأطباء القدامى وهو يشتمل على محاورة بين إمامنا الصادق وطبيب هندي الإمام الصادق اتخذ الإهليلجة التي كانت في يدي ذلك الطبيب الهندي مثالا وبدأ الحوار فيما بينهما في موضوع التوحيد فعرف الحديث بحديث الإهليلجة وهذا الكتاب موجود بين أيدينا والحديث معروف في جوامع الحديث فليس هناك من ذكر لكتاب للمفضل عنوانه التوحيد جاء هذا مذكورا في مقدمة بحار الأنوار هذا هو الجزء الأول من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة السادسة الفصل الأول في بيان الأصول والكتب المأخوذ منها إنها مصادر موسوعة بحار الأنوار وهي فيبدأ المجلسي بذكر الكتب إلى أن يصل في الصفحة الرابعة بعد العاشرة وكتابا التوحيد والإهليلج عن الصادق برواية المفضل ابن عمر هنا المجلسي سمى الكتاب بكتاب التوحيد وإلا ففي كتبنا القديمة مثل ما قرأت عليكم من فهرست النجاشي الذي يسمى الآن برجال النجاشي عنوان الكتاب فكر كتاب فكر ما أملاه إمامنا الصادق في عدة مجالس على المفضل ابن عمر المجلسي المجلسي ذكره في الجزء الثالث من بحار الأنوار ذكر كتاب فكر أو مصطلح عليه بكتاب التوحيد هذا هو الجزء الثالث من بحار الأنوار من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان يبدأ الكتاب من الصفحة السابعة والخمسين الباب الرابع تحت هذا العنوان الخبر المشتهر بتوحيد المفضل ابن عمر إنه كتاب فكر لماذا سمي بكتاب فكر لأن الإمام يكرر هذه الكلمة وهو يحدث المفضل ابن عمر فكر يا مفضل بكذا وكذا فكر يا مفضل بكذا وكذا فكلمة فكر تتكرر في طوايا حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من هنا سمي هذا الكتاب بهذا العنوان بعنوان فكر وينتهي كتاب فكر أو ما يعرف بكتاب التوحيد في الصفحة الحادية والخمسين بعد المئة مباشرة يبدأ يبدأ كتاب الإهليلج ولا شأن لنا بموضوعه موضوعه في التوحيد أيضا لكنني أريد أن أقرأ عليكم مما جاء في كتاب فكر مما جاء في كتاب التوحيد الذي يعرف في القرون المتأخرة بكتاب توحيد المفضل النصيريون يعدون هذا الكتاب من كتبهم هذه سلسلة التراث العلوي إنها مجموعة كتب النصيريين هذا هو الجزء السادس من سلسلة التراث العلوي المجموعة المفضلية لكنهم يسمون المفضل ابن عمر بالمفضل ابن عمر الذي نعرفه في كتبنا ورواياتنا في أجواء شيعة الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه إنه المفضل ابن عمر الجعفي ولكن في أوساط النصيريين في أوساط هؤلاء الغلات يعرفونه بالمفضل ابن عمر هذه المجموعة المفضلية بحسب اعتقادهم طبعة دار لأجل المعرفة ديار عاقل لبنان هذه المجموعة بتحقيق وتقديم أبو موسى والشيخ موسى الجزء السادس من هذه المجموعة من الصفحة السابعة والستين بعد المئة عنون الكتابة بكتاب التوحيد كتاب التوحيد للمفضل ابن عمر وينتهي عند الصفحة السادسة والعشرين بعد المئتين وبعده يأتي كتاب الاهليلجة أيضا مثل ما يقولون للمفضل ابن عمر نحن نقول عن المفضل ابن عمر هذا هو الكتاب الذي أريد أن أقرأ عليكم منه إنه كتاب فكر إنه كتاب التوحيد للمفضل ابن عمر هذه الطبعة طبعة بتحقيق قيس العطار دار زين العابدين هذه الطبعة الطبعة الأولى ألفين واثنين وعشرين ميلادي قم المقدسة قرأت منها من الصفحة الثامنة والستين المقدمة ما قرأته من كلامي المفضل ابن عمر كيف أنه ذهب إلى إمامنا الصادق فرآه منكسرا إلى بقية ما قرأته عليكم كتاب فكر أو ما يعرف بكتاب التوحيد كتاب جميل قطعا الإمام صلوات الله وسلامه عليه أملى ما أملى من المعلومات على المفضل ابن عمر بما يناسب ذلك الزمان ومع ذلك فإننا نجد المعلومات منسجمة جدا مع زماننا هذا واضح من كلام إمامنا الصادق فإنه كان يجيب على كلام أولئك الدهريين وأمثالهم من الملحدين من المنحرفين عن جادة الحق والهدى فأملى ما أملى إمامنا الصادق على المفضل ابن عمر في أربعة مجالس بحسب الموجود الكتاب تعرض إلى تحريف وتصحيف كبقية كتبنا ما من كتاب من الكتب لا عند الشيعة ولا عند السنة ولا عند غيرهما إلا وقد تعرض للتحريف والتصحيف تارة يكون هذا التحريف متعمدا وأخرى بسبب الضعف البشري فكلنا نتعرض للإشتباه وللنسيان وللغفلة وهذا واقعنا نحن الأدميين قبل أن أذهب إلى موطن الحاجة أريد أن ألفت نظركم إلى لقطات جميلة في هذا الكتاب كي تعرفوا مستوى المعلومات التي عرضت في هذا الكتاب وكي تعرفوا أيضا جانبا مما جاء مذكورا في ثقافة العترة الطاهرة في مختلف الموضوعات التي أطرحها عليكم في برامج المتنوعة عبر هذه الشاشة أو ما ينشر في مواقع الإنترنت مثلا هذه اللقطة الجميلة الجميلة في حكمتها الجميلة في الالتفات إليها الجميلة في تنبيه إمامنا الصادق عليها الجميلة في تنبيهنا من قبل إمامنا الصادق عليها في الصفحة الثامنة والثلاثين بعد المئة الإمام يقول للمفضل فكر يا مفضل فكر من هنا سمي الكتاب بكتاب فكر أئبتنا يريدون منا أن نحترم عقولنا لا أن نكون حميرا ديخيين رجاء ذكرونا ذكرونا وذكروا المشاهدين بالوثيقة الديخية التي هي مناقضة مناقضة لهذا المنهج هناك عداوة بين منهج فكر ومنهج ديخ ديخ ما رد أجيب الأسمان واحد قال لي أزر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابا ما توصل للنوبة إليا قال توصل وإطمئنن تركبهم يعني ما ش يعمل تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارته واحد من الأعلاق أتضر خمسة قال ليس استعجب مش جره قلت تركب يعني قلت أغاميش ني كما تقول قلت أغاميش ني قلت بابا أغاميش وكان حالة أغاميش ديخ عربي أغاميش ونس عبارته كنا على تفاو كلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسمان قالت تركب كما تركب نار وضاي ديخ لا لا معلم إجمالية هذا واقع واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة والله هذا واقع الشيعة فكر يا مفضل فكر هذا هو الذي يريده أئمتنا يريدون منهج فكر هذا هو السبب الذي دعاني أن أركز على عنوان الكتاب وإلا فالكتاب معروف بكتاب توحيد المفضل لكنني أردت أن ألفت أنظاركم إلى أن منهج أئمتنا هو هذا إنه منهج فكر وما هو بمنهج ديخ ديخ الذي هو منهج مراجع الحوزة الطوسية هذا لعنة على منهجها كم هي المسافة بعيدة وبعيدة جدا بين فكر يا مفضل وبين تركبهم تركبهم وتقللهم ديخ مثل ما ركبهم وفلان 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 مثل ما ركبوا تنزلوا عليهم أعود إلى حديث في إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فكر يا مفضل فكر يا مفضل في خلقة عجيبة في خلقة عجيبة في طبيعة في غريزة هذا هو المراد فكر يا مفضل في خلقة عجيبة جعلت في البهائم في الحيوانات ما هي هذه فإنهم الحيوانات فإنهم يوارون أنفسهم إذا ماتوا كما يواري الناس موتاهم وإلا فأين جيف هذه الوحوش والسباع وغيرها عدد الحيوانات أكثر من عدد الناس حيوانات البحار أكثر من حيوانات البر الطيور بأصنافها السباع السباع إذا ما ذهبنا إلى الغابات فلن نرى أجسادا لهذه الحيوانات الميتة وإذا ما ذهبنا إلى الصحار فلن نرى أجسادا لا للطيور ولا للحيوانات الزاحفة ولا للحشرات كم هو عدد الحشرات أين هي الحشرات التي يأتي أجلها الحيوانات التي تتعرض لحادث طارئ نرى أجسادها مثلا حيوان يعبر الطريق العام فتقتله سيارة من السيارات حينما تضربه أو تدهسه تبقى جثة ذلك الحيوان مرمية في الطريق أو على جانب الطريق وتتعفن لو كانت أجساد الحيوانات بأجمعها تبقى ملقية سيتعفن الماء ويتعفن التراب ويتعفن الجو لكننا لا نلتفت إلى هذه الحقائق التي من حولنا أين جثث الطيور أين جثث الحشرات أين جثث الحيوانات الزاحفة وأعدادها هائلة جدا أين جثث سائر الحيوانات الغابات لا يوجد فيها شيء البحار لا يوجد فيها شيء مع ملاحظة أن عدد الحيوانات أكثر من الإنسان وملاحظة أخرى أن أعمارها أقل من أعمار الإنسان فهي تموت بنحو أسرع زمانيا من الإنسان عمر الإنسان أطول من أعمارها فأين هذه الأجساد فكر يا مفضل فكر يا مفضل في خلقة عجيبة جعلت في البهائم فإنهم يوارون أنفسهم إذا ماتوا ولكن بعيدا عن نظر الإنسان بعيدا عن نظر الإنسان الإنسان لا يرى هذا غريب هذا الكاميرات موجودة في البحار يصورون ماذا يجري في البحار لكن هل رأيتم جثثا للحيوانات البحرية الهائلة في البحار هل رأى الغواصون ذلك الكاميرات منصوبة في الغابات أين هي جثث الحيوانات التي تموت وبالمناسبة الحيوانات حينما يفترس بعضها بعضا إنما تفترس تلك الحيوانات بقدر حاجتها فالأسد القادر على افتراس أكثر من فريسة في الوقت نفسه لا يفترس إلا ما يكفي ويكفي أشباله هذا هو نظام الله الإنسان المفترس يفترس أكثر من حاجته أما البهائم والحيوانات التي تفترس لا تفترس إلا بقدر حاجتها فإن بقية الحيوانات يحدثنا الصادق وما حدثنا أحد قبله عن ذلك فكر يا مفضل في خلقة عجيبة جعلت في البهائم فإنهم يوارون أنفسهم إذا ماتوا بعيدا عن أعين الناس كما يواري النهس موتاهم وإلا فأين جيف هذه الوحوش والسباع وغيرها لا يرى منها شيء وليست قليلة فتخفى لقلتها بل لو قال قائل إنها أكثر من الناس لصدق فاعتبر ذلك تراه في الصحاري والجبال من أسراب الضباء والمهى المهى هي الحيوانات التي يقال عنها البقر الوحشي الأبقار الوحشية هي التي يقال لها المهى فاعتبر ذلك تراه في الصحاري والجبال من أسراب الضباء الضباء إنها الغزلان والمهى والحمير من الحمير الوحشي والوعول والأيائل والأيائل وغير ذلك من الوحوشي وأصناف السباعي من الأسد الأسد جمع لأسد والضباعي والذئابي والنموري وغيرها وضروب الهوامي والحشراتي ودواب الأرض وكذلك أسراب الطير من الغربان والقطى والأوز والكراكي والحمام وسباع الطير جميعا المراد من سباع الطير كالصقور مثلا كالشواهين مثلا إنها الطيور المفترسة التي تفترس الطيور الأخرى التي تأكل اللحوم وسباع الطير جميعا وكلها لا يرى منها شيء إذا ماتت إلا الواحد بعد الواحد يصيده قانص أو يفترسه سبع فإذا أحس بالموت كمنوا في مواضع خفية فيموتون فيها ولولا ذلك لم تلأت الصحاري منها حتى تفسد رائحة الهواء وتحدث الأمراض والوباء الأمراض على أنواعها الوباء هي الأمراض التي تنتشر انتشارا واسعا فانظر إلى هذا الذي يخلص إليه الناس فانظر إلى هذا الذي يخلص إليه الناس حينما يموتون يدفنون يدفن بعضهم بعضا الناس فانظر إلى هذا الذي يخلص إليه الناس وعلموه تعلموه بالتمثيل الأول الذي مثل لهم من الذي مثله لهم جاء بصورة حيوانية هكذا نقرأ في سورة المائدة في الكتاب الكريم في قصة ابني آدم هابيل وقابيل في الآية الثلاثين بعد البسملة من سورة المائدة وما بعدها فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين حينما قتل قابيل هابيل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتها أعجست أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين قصة الغرابين الذين رآهما قابيل بعد أن قتل هابيل وقد وقد دفن الغراب الحي الغراب الميت هذا هو الذي يشير إليه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فانظر إلى هذا الذي يخلص إليه الناس وعلموه بالتمثيل الأول الذي مثل لهم كيف جعل طبعا وإذكارا غريزة داخلية في البهائم وغيرها فانظر إلى هذا الذي يخلص إليه الناس وعلموه بالتمثيل الأول الذي مثل لهم الغرابان كان من الملائكة بحسب الروايات والأحاديث الملائكة علمت الإنسان كيف يقوم بعملية دفن أجساد الموتى لكن في هذه البهائم جعل الأمر غريزيا كيف جعل طبعا وإذكارا غريزة في البهائم وغيرها لماذا ليسلم الناس من معرّة ما يحدث عليهم من الأمراض والفساد بسبب جي في هذه الحيوانات الميتة لقطة جميلة جدا ولقطة يحتاج الإنسان أن يتوقف عندها معتبرا ومندهشا من حكمة الله سبحانه وتعالى غافلون نحن عن كثير من الحقائق هذه الأسئلة أسئلة مهمة جدا لابد للإنسان أن يطرحها على نفسه لو أن شيعة كانوا بمستويات عالية من العلم والفهم لحدثهم الأئمة بما هو أعمق وأعمق هذه الأحاديث تأتي مناسبة لمستويات المتلقين آنذاك ولا زالت المستويات الشيعية متدنية لأنها لم تلتصق ولم تتواصل مع ثقافة العترة الطاهرة وإنما التصقت بالثقافة الطوسية القذرة التي هي ثقافة بدوية متحجرة متخلفة إنها ثقافة الأعراب هذه الحوزة الطوسية الأعرابية حولت الشيعة وحولت عقولهم إلى عقول أعرابية أنقل لكم لقطة جميلة أخرى إمامنا الصادق يحدث المفضلة في موطن آخر في صفحة السادسة والسبعين بعد المئة وما بعدها يحدث المفضلة عن الأرض ومائها ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه وهو يلفت أنظارنا إلى قضية أساسية موجودة في حياتنا وتزداد أهميتها يوما بعد يوم الإمام الصادق يقول للمفضل ومن تدبير الحكيم جل وعلا في خلقة الأرض أن مهب الشمال الرياح التي تأتي من الجهة الشمالية أن مهب الشمال الحديث عن شمال الأرض أن مهب الشمال أرفعوا من مهب الجنوب فلما جعلها الله عز وجل كذلك لماذا إلا لتنحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وترويها ثم تفيض آخر ذلك إلى البحر فنهاية البحيرات والأنهار والجداول ومنابع العيون نهاياتها إلى البحار هذا هو الذي يجري على أرض الواقع ومن تدبير الحكيم جل وعلا في خلقة الأرض أن مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب فلما جعلها الله عز وجل كذلك إلا لتنحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وترويها ثم تفيض آخر ذلك إلى البحر فكما يرفع أحد جانبي السطح ويخفض الآخر لينحدر الماء عنه ولا يقوم عليه كذلك جعل مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب لهذه العلة بعينها ولولا ذلك لبقي الماء متحيرا على وجه الأرض جامدا في مكانه مرادي من جامدا ليس الإنجماد وإنما جامدا ساكنا ليس متحركا كمياه المستنقعات فحينما تستقر ولا تتحرك تتحول إلى مياه آسنة وهذا هو السر في المد والجزر المد والجزر في البحار والمحيطات لأجل أن تكون نظيفة لأجل أن تتعقم بحكم هذه الحركة لأن الماء لو بقي مستقرا ليس متحركا فإنه سيتحول إلى ماء متعفن من هنا تتقلب الأمواج ومن هنا تأتي حركة المد والجزر وهي بسبب القمار بسبب المجال المغناطسي والمجال الجاذب الذي يتكون من حركة الأرض حول نفسها ومن حركة القمر حول الأرض فمن هنا ينجذب الماء في حالة الجزر ويتمدد في حالة المد وكل ذلك لتغيير طبيعة الماء وتنظيفه وتعقيمه ولولا ذلك لبقي الماء متحيرا على وجه الأرض فكان يمنع الناس من اعتمالها ويقطع الطرق والمسالك الإمام يتحدث في جهات يستطيع المتلقين في زمانه أن يدركوها وإلا فإن القضايا أعمق من ذلك ثم الماء لولا كثرته وتدفقه في العيون والأودية والأنهار لضاق عما يحتاج إليه الناس لشربهم وشرب أنعامهم وشرب أنعامهم وشرب أنعامهم ومواشيهم وسقي زروعهم وأشجارهم وأصناف غلاتهم غلاتهم إنها أنواع المزروعات وشرب ما يرده من الوحوش والطير والسباع وتتقلب فيه الحيتان المراد من الحيتان الأسماك فهذا العنوان في روايات أهل البيت يراد منه الأسماك وتتقلب فيه الحيتان ودواب الماء ما يطلق عليه في الثقافة المعاصرة الحيتان هي من دواب الماء أما الحيتان فهي الأسماك وتتقلب فيه الحيتان ودواب الماء وفيه منافع أخر أنت بها غير عارف وعن عظيم موقعها غافل فإنه سوى الأمر الجليل المعروف من عظيم غنائه في إحياء جميع ما على الأرض من الحيوان والنبات يمزج بالأشربة فتلين وتطيب لشاربها وبه تنظف الأبدان والأمتعة من الدرن من الدرن من الأوساخ والقذارة من الدرن الذي يغشاها وبه يبل التراب فيصلح للاعتمال وفيه تكف عادية النار إذا اضطرمت وأشرف الناس على المكروه وبه يسيغ الغصان ما غص به فينجو به من الموت وبه يستحم المتعب الكال فيجد الراحة من أوصابه الأوصاب الأوساخ والأوجاع الجسدية والنفسية ما يلقاه الإنسان من تعب الجسد ومن تعب النفس وبه يستحم المتعب الكال فيجد الراحة من أوصابه إلى أشباه هذه من المآرب التي تعرف عظم موقعها في وقت الحاجة إليها إنه يتحدث مع المفضل بحدود ما يعرف وقد نبهه إلى أن عظيم الفوائد في كثرة المياه في الأرض أنت يا مفضل غافل عنها فإن شككت الكلام الجميل هنا الكلام الجميل هنا فإن شككت في منفعة هذا الماء الكثير المتراكم في البحار وقلت من أرب فيه ما هي هذه الحكمة من كثرة المياه في البحار كثرة المياه في العيون والمنابع والمنابع والروافد والسواق والأنهار والبحيرات كي نشرب من الماء كي تشرب الحيوانات كي نستعين بالماء في شؤون حياتنا في الزراعة والصناعة كثرة مياه البحار لماذا؟ فإن شككت في منفعة هذا الماء الكثير المتراكم في البحار وقلت ما الأرب فيه؟ العرب الحكمة الفائدة المنفعة فاعلم فاعلم أنه مكتنف ومضطرب ما لا يحصى من أصناف السمك ودواب البحر ومعدن اللؤلؤ والياقوت والعنبر نوع من الطيب يستخرج من البحار وأصناف شتى تستخرج من البحر وفي سواحله منابت العود اليلنجوج العود اليلنجوج هو هذا من أطيب أنواع عود البخور العود اليلنجوج وفي سواحله منابت العود اليلنجوج وضروب من الطيب والعقاقير عقاقير الطب ثم هو بعد هذا الأمر المهم الذي قد لا نلتفت إليه كثيرا في ذلك الزمان أهميته ليست كأهميته في زماننا اليوم ثم هو بعد مركب للناس ومحمل لهذه التجارات التي تجلب من البلدان البعيدة كمثل ما يجلب من الصين إلى العراق عبر البحار في تلك الأزمنة ومن العراق إلى الصين فإن هذه التجارات لو لم يكن لها محمل كالبحر لو لم يكن لها محمل إلا الظهر إلا الظهر المراد ظهور الحيوانات لبارت وبقيت في بلدانها وأيدي أهلها حياتنا قائمة على النقل البحري كل ما عندنا في حياتنا ينقل عبر البحار هذا الأمر لم يكن في زمان إمامنا الصادق كزماننا اليوم هذه الحقائق حقائق يومنا هذا تتذكرون السفينة التي اعترضت وتوقفت في قناة السويس مع أن قناة السويس ما هي بقناة طبيعية هي قناة صناعية الإنسان صنعها واحتفرها وبإمكاني السفن أن تذهب باتجاه أفريقيا من جهة ما يسمى برأس الرجاء الصالح فحينما وقفت هذه السفينة وسدت الطريق ما الذي حدث في العالم البرصات اهتزت الإعلام صار مشغولا في ليله ونهاره بتلك السفينة البضائع التجارية تأخر وصولها سفينة واحدة توقفت لفترة زمنية محدودة في قناة السويس إذن كم هي أهمية البحار وكم هي أهمية النقل البحري وهذا يتوقف على كثرة المياه كلما كانت المياه كثيرة كلما كانت البحار مناسبة جدا لحركة الملاحة البحرية عجيبة هذه المعلومات أتعلمون أن إمامنا الصادقة استشهد سنة 148 للهجرة هذه المعلومات كان يغدق بها إمامنا الصادق على المفضل بحسب ثقافة ذلك العصر وبحسب مستوى التلقي ليس عند المفضل فقط وإنما عند الشيعة وحتى عند أولئك الدهريين ثم هو بعد مركب للناس ومحمل لهذه التجارات التي تجلب من البلدان البعيدة كمثل ما يجلب من الصين إلى العراق ومن العراق إلى الصين فإن هذه التجارات لو لم يكن لها محمل إلا الظهر إلا ظهور الحيوانات لبارت وبقيت في بلدانها وأيدي أهلها لماذا لحظوا الدقة هناك تشخيص اقتصادي لأن أجر حملها كان يجاوز أثمانها إذا أردنا أن نحملها على ظهور الحيوانات بالضبط كالنقل في الطائرات والنقل في السيارات والقطارات النقل البحري من الجهة الاقتصادية أفضل بكثير من النقل بالسيارات والقطارات والطائرات لأن أجر حملها كان يجاوز أثمانها فلا يتعرض أحد لحملها وكان يجتمع في ذلك أمران أحدهما فقد أشياء كثيرة تعظم الحاجة إليها ستبقى موجودة في بلادها ولا تنتقل إلى البلاد الأخرى وكان يجتمع في ذلك أمران أحدهما فقد أشياء كثيرة تعظم الحاجة إليها والآخر انقطاع معايش من يحملها ويتعيش بفضلها إنه الكساد الاقتصادي والتجاري هذا هو الوعي الذي يضخه إمامنا الصادق في أذهان الشيعة ونحن نتحدث عن بدايات القرن الثاني الهجري ولو أن العقل الشيعية كان منفتحا أكثر لضخ الأئمة من الحقائق ما ضخوا هذا هو الذي أدعوكم إليه أدعوكم إلى حديث العترة إلى ثقافة العترة أدعوكم إلى ثقافة تنظف عقولكم تطهر قلوبكم وهذا لا يعد بشيء إلى الذي لم أقرأه عليكم لا أجد وقتا أين هو الوقت أحاديث أهل البيت أدعيتهم زياراتهم تفسيرهم لقرآنهم فيه من الحقائق الملكوتية الغيبية ما يصبح هذا مزاحا مع أهمية هذه المطالب وعظيم دلالتها لكنها تتعلق بشؤون الدنيا وشؤون الدنيا لا يمكن أن نقايسها بشؤون الغيب والآخرة حيث الحقائق العظيمة فما بالكم إذا ما ارتقينا للحديث عن شؤونهم عن شؤون محمد وآل محمد كل ذلك كل ذلك في أدعيتهم وزياراتهم ورواياتهم وأحاديثهم التفسيرية التي أنكرها هؤلاء الطفسيون سود الله تعالى وجوههم ماذا فعلوا بالشيعة ماذا فعلوا بأنفسهم أولا هؤلاء سفهاء أغدياء جهال يتركون الذهب المصفى ويذهبون يبحثون في خراء النواصب الآن لعنة على منهجهم وقذارتهم لقطة ثالثة في الصفحة الثامنة والسبعين بعد المئة الكتاب كله هكذا أنا أأخذ لكم لقطات سريعة تتلمسون أهميتها في يومنا هذا في واقعنا اليوم إمامنا الصادق يتحدث بوضوح عن أي شيء عن الاحتباس الحراري الذي يتحدث عنه العلماء وهناك الكثير من الأغبياء من المسلمين السنة والشيعة من أصحاب العمائم الحمير والثيران يقولون عن الاحتباس الحراري إنها مؤامرة إمامنا الصادق يتحدث عن الاحتباس الحراري وهكذا الهواء بعد أن تحدث عن كثرة الماء يقول وهكذا الهواء لولا كثرته وسعته لاختنق هذا الأنام الأنام من الناس والحيوانات لاختنق هذا الأنام من أي شيء من الدخان والبخار الذي يتحير فيه يتحير في الهواء هذا هو التلوث الذي يسبب الاحتباس الحراري ولعجز عما يحول إلى السحاب والضباب لماذا ذهب والضباب في كثير من مناطق العالم بسبب هذا الاحتباس والضباب ظاهرة صحية للهواء وللأرض وللحيوانات وللنباتات وللعجز لا أقرأ لا أقرأ من أول الكتاب وهكذا الهواء لولا كثرته وسعته لاختنق هذا الأنام من البشر والحيوانات من الدخان والبخار في زمان الأئمة عدد الناس كان خليلا التلوث الصناعي ليس موجود إذا كان هناك من تلوث فإنه لا يذكر لا قيمة له بالقياس إلى التلوث الحادث في أيامنا فنحن عندنا التلوث الضوئي وعندنا التلوث الصوتي وعندنا التلوث الكيميائي وعندنا وعندنا أنواع من التلوث لكن الإمام يتحدث بشكل واضح عن تلوث الهواء هنا وهكذا الهواء لولا كثرته وسعته لاختنق هذا الأنام من الدخان والبخار الذي يتحير فيه يحتبس فيه نذهب إلى فاصل